دورة تدريبية للفرق الطبية في إطار التوعية بمخاطر انتقال وانتشار عدوى فيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن طباء وممرضون ومتطوعون شاركوا ضمن هذا البرنامج استعدادا لمواجهة كورونا الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام تلقى فيها مجموعة من الكادر الطبي من مدرية المعلى وصيرة والمنصورة العديد من المعارف حول كيفية التعامل مع المصابين بوباء الفيروس إذا منتقل إلى اليمن سنواقه وباء خطير وقبل استعداد لي نفسيا معنويا وماديا ونوقع رسالة نوقع اليوم رسالة لكل من يستمع لهذه القناة نحن في طور تجهيز المحاقر ووجب تجهيز المحاقر خلال عشرة أيام فهناك شحة في الإمكانيات لم تقه هذا المحاقر ولا نريد أن يكون هناك إنعكاس سلبي على هذا المجتمع وعلى هذا الشعب في حالة دخول فيروس كورونا حيث سيوجد هناك بعض الحالات المشتبهة وبعض الحالات المصابة إلى أين ستوقه المستشفيات الخاصة المستشفيات الحكومة في حالة ذعر وخوف من استقبال أي حالة يهدف هذا البرنامج إلى نشر الوعي ورفع جاهزية فرق طبية متخصصة لمواجهة الجائحة من خلال توفير محاجر صحية آمنة وتضاف الجهود في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن جراء حرب تسببت بضعف القطاع الطبي ككادر صحي عملنا اللي علينا أهلنا نفسنا وكان نحن مطلعين ونحن نفسنا أكتر وأكتر حيث ما بتوقع الدورات بنشارك بس الآن كمان في قانب تتحمل الحكومة لنتوفر لنا الإمكانيات توفر لنا الوسائل وسائل الحماية توفر لنا المحاقل تدعم نحن بالسياسات العلاقية يطالب الكادر الطبي في عدن وزارة الصحة والحكومة بتوفير المزيد من وسائل السلامة البسيطة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل كما يتسألون متى يتم توفير المستلزمات الطبية الضرورية ومتى تجهز المحاجر الصحية الآمنة على أرض الواقع